مرحبا موليد برش الشاوساء معكم كارمي شماس كيف ودي يكون الأسبوع من الثانين 25 للأحد 31 كنون الثاني يناير بهذا الأسبوع في عنا بداية كتير حلوة هي أنه الأمر راح بيبلش بهذا الأسبوع من برش كون انطلاقة ولا أحلى من هيك أضف إلى ذلك أن الشمس موجودة ببرش الدلو الصديق لألكون ولا أروع من هيك وزيدوا عليها كمان أنه في عنا أمر بيكتمل يعني تكتمل مواجهته للشمس في برش الأسد يعني هو صديق لألكون يوم الخميس كل الأسبوع من أوله لآخره بيحمل مولود ومولود برش الشاوساء وبيحطهم على شط الأمان وبيقلكون عملوا اللي بدكنيه شو هو الشي اللي أنتوا حابين تشتغلوا عليه تفضلوا اشتغلوا عليه لأنه التذمر ممنوع وما في شيء تتكن أسبوع جميل جدا 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 لألكون هيدا طبعا بشكل عام وهيك بيكون نحنا عم نخلص شهر كانون التاني بطريقة كتير حلوة بتقدروا تنهو الشهر على أجمل بأجمل طريقة ممكنة التانين خمسة عشرين كانوا التاني يناير الأمر موجود ببرش كون وبيبقى ببرش كون حتى الساعة التسعة المساة توقيت بيروت يعني ست الصبح منتين نهار بسدني أستراليا وجود الأمر ببرش الجوزاء طبعا هو ببرش كون شيء عظيم لأنه عم يشكل مثلث فلكي مع الشمس الموجودة ببرش الدلون التركيبة هيدا الفلكية رائعة وبالتالي أنا بتخليني أقول أنه موالي ببرش الجوزاء من أقوى الأبراج إن كان بالطاقة بالطاقة يعني أنتو الهمة لعنكم إياها كتير قوية هائلة لدرجة أنه أنتو فيكنوا من الأشخاص حتى ولو تصوروا حتى ولو نعسنين حتى ولو تعبنين حتى ولو مش محاضرين ممكن حالكم كتير منيح نسبة نجاحكم عالية هلأ ما معناه تروحوا منكم محاضرين حالكم حضروا حالكم لأنه الجو يلي محضر حاله ببكلها بينجم نجمكم كتير قوي والمسائل اللي حابين تاخدوها بتحطوها بالجيبي لألكن بينتقل من بعد الأمر بالساعة اللي تلكونيها لبرش السرطان لما بينتقل لبرش السرطان بتظلكن أقوي لأنه برش السرطان بالنسبة لألكن يمثل المخزون الثروي لعنكنيها فكل طاقاتكن ومهاراتكن اللي أنتو بتحبوها ومتكلين عليها بشغلكم بعملكم بحياتكن الاجتماعية موجودة حتى بيدرسكن موجودة ولأنه الشمس دعمتكن في ربح تربحوا تبقى هالأجواء الربحة لألكن كل التالتة وكل الأربعة يومين رائعين جدا 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 فيكن تربحوا فيكن تقبضوا لكن كمان في احتمال أنكم أنتو بعزقوا مصرياتكم وبالتالي تخسروا لكن الجو العام هو جو ربح فبيبع لكم كيف تتصرفوا الخميس الجمعة والسبت حتى الساعة عشرة صباحا توقيت بيروت الأمر موجود ببرش الأسد وهوني كلكم وكلنا موجودين تحت أثيرات الفلمون من برش الأسد يلي بيضوي على أحلى أفكار عندكم إياها أجمل أفكار عند مولود برش الجوزاء رح بتكون بخلال هالفترة وبالتالي مش بس أنتو عندكم رح تبين مهارتكم قدام الكل يعني إذا في 12 برج محتوطين عم يتنافسوا أو في منافسة لأجمل رأي أحلى شي بينكتب لأجمل مقطوعة عزف أو لأجمل خطاب أو لأجمل تعال إلى آخره مولود برش الجوزاء أنتو فعلا مبدعين فترة تحمل ديناميكية كتير قوية حب للحياة وتفاؤل كتير قوي وحماسة رائعة جدا ما في شي بيصعب عليكم تبهوا ما تخبصوا بس السبت 19 صباحا توقيت بيروت الأمر بيصير برش العذراء وبيكمل كل السبب برش العذراء والأحد أيضا بتكون آخر أيام شهر كنون 2 يناير نوعا ما حلوة لتعادوا فيها بالبيت تتكنكنوا تتضبضبوا كمانا شوي أو يلي عم بيشتغل يكون كمانا منتبه لحاله لصحته لنفسيته لأنه الجو بيقلكن حان الوقت لحتى ترتاحوا تتغنجوا شوي تهتموا بحالكن الجو متقلب شوي ما كتير فقط بتحسوا بيت تعب كل هالأسبوع اللي ركدتوا فيه فقط لغير حتى بعض موالي برش الشوزاء يمكن يفضلوا يخذوا إجازة أو يرتاحوا أو نوعية الـ activities النشاطات اللي عندونيها يمكن ما تكون هالأدية كبيرة الأكثر حظا 24 أيار مايو لـ 1 حزيران يونيو كل هالمواليد كتير محظوظة يلي لازم ينتبه شوي هو 29 حزيران يونيو لأنه احتمال أنه تمروا عندهم يمروا عندهم ظرف يمكن يكون صعب شوي أو يمكن يكون إيجابي تابعوني مع الكثير من التفاصيل بالأبراج اليومية وما تنسوا كمانا تسمعوا الأبراج الشهرية يلي رح تنزل لعنكم تنزل على الفيديو على اليوتيوب إلى اللقاء باي باي